أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة لم تألو جهدا من أجل دعم وتعزيز قيم الديمقراطية جاء ذلك خلال كلمة ألقاها جبالي أثناء مشاركته كمتحدث رئيسي في الحلقة نقاشية التي يقيمها الاتحاد البرلماني الدولي بجناف ولم تألو الدولة المصرية جهدا من أجل دعم وتعزيز قيم الديمقراطية فصاغت مقاربة تصحيحية تستهدف مجابهة أي عوار أصاب جسد الديمقراطية وهم يتجسد في العمل على إدماج جميع فئات المجتمع بتمثيل عادل في المؤسسات النيابية وضمان عدم إقصاء أي طرف خاصة على مستوى الشباب والمرأة وذوي الهمم وممثل المصريين بالخارج كما حرصت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على تحقيق معادلة تربط تحقيق التنمية بتعزيز الديمقراطية من خلال ضمان حصول الفئات الأولى بالرعاية على الخدمات الإساسية كاملة وتمكينهم من خلال العديد من المشاريع القومية وفي مقدمتها المشروع الرئيسي حياة كريمة